من جبهة القتال يطل رئيس الوزراء الاثيوبيا بأحمد ليعلن عن تمكن جيشه من تحرير مناطق فيق لمعافر الاستراتيجي حيث طريق الدولي الرابط بين اثيوبيا وجيبوتي وانه يواصل المسير نحو مناطق اخرى لتحريرها مفاخرا بان جبهة تحرير تيغراي ليس لها القدرة الكافية على مواجهة الجيش الاثيوبي امام استداد المعارك واقتلابها اكثر من مشارف العاصمة ادي صبابا تظاهر الالاف من المواطنين مبدين دعمهم الكامل لابي احمد وحكومته يتزامن ذلك مع تطوع العشرات من العسكريين المتقاعدين في صفوف الجيش الفيدرالي الاثيوبي الامين العام للامم المتحدة انطوني جوتيراش حث من كولومبيا الاطراف المتصارعة على ايجاد الطريق المناسب لايقاف النار في اثيوبيا والاقتداء بالتجربة الكولومبية طريق الوصول الى السلام بكولومبيا يلهمني لدعوة المتصارعين في اثيوبيا لإيقاف النار بدون شروط وبشكل كلي وإنقاذ البلد والتمكين للحوار بين الاثيوبيين لحل الازمة ايضا والتمكين لاستقرار المنطقة اتمنى ان تكون كولومبيا مثالا يحتذبه للمسؤولين في اثيوبيا امام هذه التطورات اعربت الامم المتحدة عن قلقها بعد ورود معلومات عن نزوح واسع نطاقي لسكان غرب تيجراي وسط مخاوف من وقوع تطهير عرقي ترجمة نانسي قنقر